اشتركوا في القناة ازاي عليك بص يا من اولا حصل النهاردة ما اعتقدش هيحصل تاني من لعبة النادي الاهلي نكمل فرص النهاردة ممكن شوية رعونة ممكن شوية اللي تثقة الجو نفسه بتعملتش الموقف نفسه بتعمل روها يعني كرة بواليا دي تديك احساس ان هو كان مجذوب جدا وتعصب جدا لان هو لو تفرج على نفسه مش هقولنا ممكن عملها كده كانت عاملت اي حاجة غير كده كان ممكن تيجي هدف لكن النهاردة هو حصل هي مش مش مهارة لعيب او مهارة وحشة لعيب دي كلها لعيبها لعيبها كبيرة جدا ولعيب يعفل يسجل كويس قوي لكن الموقف نفسه مباراة ايمن فيه واحد بيستعمل الضغط نفسه مستعملش الضغط هو ده اللي كان حصل النهاردة يعني احنا نهاردة شوط الاول كم فرص كتير اوضعت وقلنا ايه اللي هيخلص مباراة دي حد من برا الملعب مش من جوة الملعب ان جوة الملعب واضح ان هي اتقفرت الفرص كتير قوي والحارة بتاعهم متقلق بالطريقة مش طبيعية فاللي حصل اللي النهارة لهم برا الملعب هم الهدفين ومع هذا محمد شريف ضيع في كرة في الاخر تبقى سهلة مسبور يعني اللي جابه الجول ده بالفول اللي عمل بعد كرة اجيه مسهلة برضه نهار لعب الكرة اجيه وهو اللي عمل الفول وحطها ببطن رجله دي مسهلة هو اللي ضيع الفرصة الاخيرة لكن ايمن التوقيت مختلف التوقيت خلاص اللي مباراة بتخلص وتوقيت لسه في بداية الشوت التالي فشان كده بتفرق لكن انت لعيب النادر اهلي لازم هي تؤخذ عليك مش ليك على فكرة انت لازم ده في كل الاوقات انت متحكم في عصابة كويس قوي لانك هي حياتك كلها كده انت في النادر اهلي انت على طول تحت ضغط على طول مطالب بمكسب على طول مطالب بمطالعات فدي ما اعتقدش مسلمين هيتكلم هيلوم حد لكن هو هيدي مزيد من الصقة للناس خاصة عن بوالية ان هتكلم معه كده كويس ان هو مايفخش الصقة في نفسه ودي حاجة ايجابية ان هو حتى ما اتكلم قالنا مش عايز اخساره ودي طبعا نقطة تحسب المسلماني ان هو عايز كل اللعبة تبقى موجودة كل اللعبة تبقى قريبة على اساس المباراة القادمة مسهلة عشان كده انت عايز كل لعبتك في حالة ذهنية اولا معقولة مش عايز تفقد اي حد من اللعبة خاصة النهاردة اللي هتضيع فرصة كتير اوي انها برضو نقدر الناس هتتكلم كتير اوي وممكن حد يهاجم ما احنا زي منتكلم ومنتكلم بعقلناه شوية في حد يهاجم اللعبة دي اكيد منو في المية فهو لازم يستحمل الضغط لعب الناد الاهلي لازم يستحمل الضغط الموجود عليه لكن الكلام اكيد ابقى كلام سهل جدا